السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيز المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبيك بلادي بكل أسف منتخب سوريا للشباب يتلقى خسارة أولى في نهائيات كأس أسيا الخسارة اليوم كانت مريرة تحديدا وإن اللي تابع منكم المبرى أكتر شيء محزن حصل لي النهاردة وأنا بشاهد مباراة سوريا وأسباكستان ان منتخب سوريا النهاردة كان زي الميا لا لون لا طعم لا رائحة هو كان متواجد تحصيل حاصل يعني محدش يقدر يقول ان الهجوم النهاردة كان كويس ولا حد برضو يقدر يقول ان الهجوم كان وحش محدش يقدر يقول ان الدفاع كان سيء كان سابت ومتماسك لحد الشوت الاول وبرضو على النحية التانية ما نقدرش نقول ان هو دفاع متميز حتى مكسيم صراف الحارس اللي بياخد اولى خطواته مع منتخب سوريا للشباب النهاردة كان مستوى كويس جدا جدا باستثناء الكورتين اللي دخله هدف يعني وبالمناسبة الكورتين كانوا من ركلات حرة للعيبة اوسباكستان مفيش هدف دخل بالخطأ والكلام الفارغ اللي تقال ده لا الكورة دخلت من خلال اللاعب تحديدا الهدف التاني منتخب العراق قبل قليل استطاع ان هو يحقق فوز غالي على منتخب اندونيسيا بهدفين نظيفين وبالتالي منتخب العراق واوسباكستان هم الاتنين يعني مناصفة اصحاب المركز الاول وفي المركز التاني كل من سوريا واندونيسيا انا مش من النوع اللي هتحامل على منتخب سوريا للشباب ابدا يعني لا واضح جدا ان اللعيبة تحتاج الى بعض من الوقت وتحتاج الى يعني تمرين اكتر وثقافة كروية اكتر على حد مارك فوتا الهدف الاول اللي دخل في مكسيم صراف يسأل عنه مكسيم صراف طبعا بدون اي ادنى نقاش يعني وهو هدف ينم ايضا عن قلة خبرة حارس عنده 17 سنة 17 سنة وفي اول مباراة رسمية دولية له مع منتخب بلد ومنتخب سوريا فمش هكون قاسي اوي هنتكلم النهاردة هنتكلم عن كل شيء هنتكلم على مستوى منتخب سوريا النهاردة ولكن اجمالا انا مش مبسوط منتخب سوريا بلا معالم منتخب سوريا يكاد يكون غير متواجد يكاد يكون يعني زي الميا زي الهوى ملوش معالم بدأ الشوط الاول ببداية قوية جدا من منتخب اوزباكستان ضغط شديد جدا جدا من صاحب الارض ولما اقول صاحب الارض اقول اني النهاردة كان حاضر تلاتين الف متفرج من اوزباكستان وبكل تأكيد كان ليهم دور وعملوا تأثير وبكل تأكيد فكرة ان منتخب سوريا لعب مباريات كتيرة ودية بدون جمهور ده برضو يعني كان عامل من ضمن العوامل اللي عقيبة النهاردة كانت خايفة بعض الشيء كانت هيبة الموقف ويمكن يعني اقدر بس ان انا استسني النهاردة من منتخب سوريا فقط هزان عثمان هزان عثمان النهاردة هو اللاعب الوحيد اللي كان بيلعب كرة هو اللاعب الوحيد اللي كان بيتحرك بشكل صحيح هو اللاعب الوحيد اللي سدت تسديد على مرمأ اوزباكستان ويمكن ده يزود الحصرة عندي يعني هزان عثمان النهاردة سدد الكرة اللي في الشوط الاول في الدقيقة تقريبا 13 بقدمه اليومنا وكانت يعني على اعتابة دخول في المرمى بس ما شفناش اي كرة تانية رايحة ناحية اوزباكستان وده امر من الامور المحزنة طبعا مكسيم صراف النهاردة والله من اول المباراة بدأ كويس وكان بيتصدى بشكل جيد رغم العشوائية وعدم النظام في دفاع منتخب سوريا النهاردة كانت دفاع متكتل كده تكتل ما تفهموش يعني اربع خمس لعيبة في متر حتى ان الرؤية كانت بتحجب احيانا عن مكسيم صرافي يعني الا وإلى ان جاء هدف الاول لمنتخب اوزباكستان منتخب سوريا النهاردة قعد اتنشر دقيقة بيجري من الديقة الاولى للديقة اتنشر بيجري داخل الملعب مع بداية الديقة تلتاشر بدأنا ان احنا نشم نفسنا بدأنا ان احنا نقول اه يعني هنبتري بقى نقف على الكورة ونباصي مين ونباصي شمال منتخب سوريا النهاردة عمل في الشوط الاول اداء ثابت يعني قد يعني كنت متخيل ان هو اداء متماسك او كده لا هو هو يعني منتخب سوريا ما عملش حاجة يعني انا اسف ان انا بعيد الكلمة دي يمكن اكتر من مرة حتى اني النهاردة اكتر من مرة مزيع المباراة كان بينطأ اسماء اللعيبة بشكل خاطئ يعني كان دايما بيقول على هزان عثمان ان هو محمود مهنة لا هو مش محمود مهنة الهدف الاول طبعا جاء لمنتخب اوزباكستان في الديقة ستة وتلاتين هدف مباغت غير متوقع سجلوا عباس بيك يعني ما قدرش اقول ان لو كان في حارس اخر مكان مكسيم النهاردة كان ممكن يتصدى للهدف ده لا خالص انا مش مش من انصار الكلام بالطريقة دي تحديدا وان كان اه ممكن يتصدى للكراتين دول ولكن كان هيدخل فيه كرات اخرى تحديدا وان منتخب اوزباكستان النهاردة وصل كتير للمرمى وسدت كتير على المرمى تحديدا طبعا في الشوت التاني بدأ بعد ما استريح وبعد ما اصبح هو راكب المباراة زي ما بيقوله بلغة الكرم او لغة كرة القدم مش الكرم يعني اه لعيبة منتخب سوريا انتهى الشوت الاول وبدأ اللعبة يسجده لله شكرا على اه انتهاء الشوت الاول بالخسارة بهدف ويعني انا كنت فاهم ان الامر ده كويس يعني الامر طبعا هو كويس يعني الحمد لله على كل حال والحمد لله على الفوز والحمد لله على الخسارة يعني اه كنت متوقع بقى نقلة في الشوت التاني بقى وقز بالاداء زي ما هو زي يعني زي ما الكتاب بيقول زي ما كتاب كرة القدم السورية بيقول استموات يعني اللي شاف منكم النهاردة تشكيلة منتخب سوريا في الهجوم عندنا محمود الاسود وزكريا رمضان اللي اتنين لا يصلحوا مش محتاجة يعني يعني حتى انا اتفاجئت بمارك فوتا ويمكن انا توقعتها معكم مبارح انه ايدخل عبداللطيف محمد عبداللطيف ودخل بالفعل مصطفى عبداللطيف وما كانش اسمه موجود ولا في الاسين ولا في البدلاء الا انه دخل ولعب النهاردة المفروض ان المباراة المقبلة يلعب مصطفى عبداللطيف اساسي خلاص يعني محمود الاسود وزكريا رمضان اه هم كويسين والله ولكن خلاص يعني فين الاهداف فين المحاولات مفيش اللاعب الكويس بيختلق الهدف من ربع فرصة من نصف فرصة لكن دول متؤجدين ولكن بدون اي معالم تذكر قائمة منتخب سوريا النهاردة اللي لعب تلعب فيها في عرص المار ومكسيم صراف امام محمود نايف امام مخلد الحجة محمد عثمان المقداد احمد عمر فياض امامهم ملك جنعير محمود مهنة اوزان عثمان ومحمود الاسود وزكريا رمضان وفي البدلاء محمد حسوني مصطفى حمو مهنة فاضل عمار علم أنس الحردان علي هولو عبدالله زجريت إلياس صفر حسن دهان ومحمد أسعد اللي دخل كبديل منتخب اوزباكستان دخل الشوت الثاني وهو مستقر تماما مسجل هدف ومستريح وفي بداية الشوت الثاني تحديدا الدقيقة سبعة وستين سجل الهدف الثاني يكاد يكون بنفس الطريقة بتاعت الهدف الأول بعض من الناس قالوا إن الهدف سجلوا في نفسه خالد الحجة الكلام ده غير صحيح الكرة لم تلمس خالد الحجة حتى ولو لمسته هو بيحاول يطلع الكرة من المرمى هي كده كده كانت دخل المرمى كده كده هو لعيب أسكرو جوه المرمى يعني فبالتالي يعني أنا ما بحبش إن أنا يعني أصعب الأمور على نفسي يعني لا خالص هو ما سجلهاش في نفسه يعني مش خطأه خالص يعني مع بداية مع تسجيل الهدف الثاني أصبحت المهمة أصعب دخول مصطفى عبداللطيف في الدقيقة 75 ما كانش مؤثر يعني دخول محمد أسعط أيضا في الدقيقة 80 أيضا ما كانش مؤثر أنا أعتقد وأنا آسف في الكلام اللي هقوله يعني إن ما يعاني منتخب سوريا للشباب هو نفسه ما يعاني منتخب سوريا الأول هو نفسه ما يعاني منتخب سوريا الأولمبي ومنتخب الناشئين اللعيبة لا تقاتل اللعيبة ما بتلعبش وكأنها آخر مباراة اللعيبة محبطة ما تفهمش ما لهمش نفسه يلعبه مش قادرين يجروا طبعا سهل جدا إن أنا أقول إن مفيش لياقة بدنية طبعا يعني يقينا عامل اللياقة البدنية عامل مهم في كرة القدم ولكن أنا بتكلم دلوقتي على منتخب لعب ست مباريات متتالية على الأقل كان اتعلم جملة وحدة تكتيكية وكان عادها النهاردة في المباراة لكن حتى جملة وحدة توحد ربنا مش موجودة طبعا أنا بتكلم على جملة هجومية جملة وحدة توحد ربنا ونقدر نقول قدام نفسنا إن إحنا لعبنا النهاردة كرة وحاولنا ووصلنا للمرمى ولكننا يعني ما عملناش يعني لم نوفق عادي ما فيش مشكلة مباراة كاملة ستة وتسعين دقيقة أو مئة دقيقة كمان تقريبا مئة دقيقة فعلا بالوقت بدل الضائع مئة دقيقة كل المباراة من أولها لأخيرها تسديدة واحدة لهزان عثمان مش عارف بصراحة يعني أنا ما عنديش كلام تاني أقوله وأنا أترك لكم التعليق اكتبوا لي تحت في التعليقات رأيكم وقلوا لي كيف السبيل إلى الخروج من الحالة اللي فيها كرة القدم السورية بشكل عام يعني وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن إن شاء الله وبالتوفيق لمنتخب سوريا في المباراة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته